ناس كثيرة قوي قوي بأنفسها تعمل سمك بس بتكثل عشان الزفارة وبيوسخ الدنيا وبيتعب قوي 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 أنا بقى عملت حاجة لطيفة كتاً هعملكوا السمك كله ولا هتزفروا قديك ولا هتتعابوا فالص كله هنعمله في الكيس الحراري بطريقة سهلة وبسيطة قوي تعالوا مع بعض نشوف الواسطة أول حاجة هحطها ده الكيس الحراري بتباع في كل السوفر ماركت وده بيتقفل بيه الكيس هحط هنا دي كابوريا هحط الكابوريا جوه الكيس كده هحط دلوقتي الجنباري هنزل دلوقتي بالمسلز أو قوافع اللي هي القوافع البحر أو بلح البحر هنزل دلوقتي دي مكعبات سمك أي نوع سمك عندك ممكن عرفيك تعملوا أكلة دي بأي نوع أسماك عندك بالشرط بالضبط زي ما نعم هنزل دلوقتي بجنباري هنزل دلوقتي بكاليماري وآخر حاجة هنزل بيها كابوريا اللي هي الكابوريا المخلية هعمل معيك ودلوقتي الصاص اللي هنحطه على كيس المأكلات البحرية اللي إحنا حطناها هنشوف مع بعض الصاص بيبقى عمل إزاي ده حطت هنا ثلاث خصوص طوم كبار هنزل دلوقتي بجنزبيل معلقة كبيرة جنزبيل مهروس هنزل بمعلقة كبيرة طوم باودر هنزل دلوقتي بالملح حسب الرغبة بس أنا بحط تقريبا المقدار ده باخد تقريبا معلقة كبيرة هنزل بمعلقة كبيرة فلفل اسوت هنزل بمعلقة كبيرة كوزبارا ناشف هنزل بلمونتين كبار معصورين معلقة خل كبيرة هنزل معلقة زيت كبيرة هبتدي بقى هنزل بالصاص زي ما هو جوه الكيس مش هتلع ولا أي حاجة هنزل بس كده هحط كل الصاص جوه هحط دلوقتي دي دورة مسلوقة أنا سلقاها هحطها مع السمك جوه الكيس بتدي طعم رائع ونكهة رهيبة للوصفة دي وآخر حاجة خالص هنزل بها زبدة تقريبا 60 جرام زبدة بس دي حاجة اوبشنال يعني ممكن ما تنزلوش يعني ممكن ما تحطوهاش أصلا لأن لو حد عايزة وجبة صحية تبقى وجبة صحية جميلة جدا بس بدون زبدة وآخر حاجة خالص هنزل بربع كوباية مية بس كده وحقفل الكيس كويس جدا حواليكم ازاي أهم حاجة بقى عايزة قولها لكم دايما لما تعملوا أي حاجة في الكيس الحراري لازم تعملوا يفتحوه كده بالسكينة من فوق علشان ما يحصلش أي انفجارات لأنه ساعات بيحصل انفجارات فخلي بالكوا قوي قوي من الحتة دي وتعملوا الفتحة من فوق عشان يلصصه كده ما ينزلش من تحت بس كده أنا عملت أربع فتحات بعد ما خلصنا كده خلاص أفقت الكيس الحراري وعملت له الفتحات من فوق زي ما قلتلكوا قبل كده هحطوه في صانية ما تدونوش الصانية ولا أي حاجة صانية فاضية بس هتحطوه في الفرد على درجة حرارة 200 وهنشوف بعد كده هيقعد تقريبا نص ساعة هنشوف هيطلع شكله عمل ازاي خلصنا خلاص وصفة المأكلات البحرية في الكيس الحراري وصفة سهلة وجميلة جدا جدا يارب تكون عجبتكم الراسيب دي وبناء بطي كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم